وما في عندها عقوبة العقوبة لابد منها حتى الله تبارك وتعالى شجعنا على الطاعة بجنة ونار خوفنا من النار ورغبنا في الجنة إنما الكلام إذا إنجل الإسلام يقول طالعو أحكام كلها بتشوفون وين العنف اللي عندي دققوا ستجدونه عنف في ظاهره ظاهره العذاب وباطنه الرحمة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حينما نثني عليه نقول يا من سبقت رحمته غضبه فصار الغضب تحكمه رحمة الله فلا يكون الغضب إلا رحمة في حقيقته الله إذا يقول ولكم في القصاص حياة أنا إذا أقتل واحد وما يقتلوني ما تشجع أقتل أي واحد يتهو شيء لكن إذا شفنا القاتل يقتل هوايا ناس ما بيقتل يقولوا بيقتلوني لا ما بقتل بجود روحي فالقتل للقاتل إحياء لأنفس خافت أن تمارس القتل وبالتالي تقتل فتركت القتل فانيقتل هذا القاتل عشرين ممكن واحد خافوا وما قتلوا وما مارسوا عملية القتل فهذا ظهر العذاب باطن الرحمة ترجمة نانسي قنقر